مرحبا بكم في دروس اللغة العربية لتعلم القراءة والكتابة المستوى الأول سنتعلم اليوم حرف الضاد سنحفظ بعض الكلمات ألاحظ ضوء السيارة ضوء السيارة dans la communication en général quand on parle, on communique on ne prononce pas le تمربود تاو السيارة si je la prononce ici c'est juste pour atterrir l'intention sur la prononciation de تا en règle générale dans la communication on dit تاو السيارة comme ici on va dire كورة المدرب كورة المدرب alors qu'on va écrire كورة المدرب ici encore التابيب يُعاليجو المريض alors que dans une communication c'est à dire quand on parle à quelqu'un on va dire التابيب يُعاليجو المريض دَوء السيارة avec un سوكون ici et là aussi par contre pour تامربود il y a le 100% qui va disparaître complètement et qui sera remplacé par un très léger très léger دَوء السيارة سيارة très très léger donc on va répéter دَوء السيارة دَوء السيارة دَوء السيارة كورة المدرب الض كورة المدرب الطبيب يُعاليجو المريض الطبيب يُعاليجو المريض حرف الضاد في الأول حرف الضاد في الوسط حرف الضاد في آخر الكلمة voici les trois formes de la lettre دَد qu'on va retrouver dans ce tableau حرف الضاد في الأول على السطر يُكْتَبُوا على السطر في الأول ويُكْتَبُوا على السطر في الوسط sur la ligne toujours par contre à la fin voilà on descend en bas de la ligne en forme attachée en forme complètement isolée حركات القصيرة فتحة كسرة ضمة نقرأ هكذا ض 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 لنتابع هذا الفيديو لنتعلم كتابة حرف الضاد. نكتبوه هكذا. الضاد في الاول. الضاد في الوسط. والضاد في الاخير. الحركات. حركة القصيرة. ض. ض. ضي. المد. ض. 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 ضي. التنوين. ضن. 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 إلى اللقاء.